موسيقى عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح يسوع هو اللي دعانا أن نتبعه يسوع هو عنده الأشواق الحقيقية أن يعلمنا لأنه هو المعلم دي رغبته دي رغبته هلوم ورائي هو أعطى نفسه لكده هو جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق المشكلة أن الكرة في ملعبنا أنا وأنت بختار أني أمشي السكة دي وأتواضع وأقبل أبقى تلميز مش مجرد ابن في البيت مش عايز يتعلم مش عايز يعرف مش عايز يكون بحسب شهوة قلب أبيه وبين العكس أني شرف لي أني أكون ابني لله وعشان أشرف ربنا أنا عايز أكون تلميز في مدرسته أنا عايز أسيبه يصنعني عشان كده ده الشعار اللي إحنا عملناه لهذه المدرسة خزاف بيصنع الإناء بأيديه بيشكله بأيديه بيصيغه بأيديه ليعملوا حسب ما يحسن في عينه ليك وليا ولكل واحد فينا صورة عند ربنا تصور إلهي والتلمزة هي رحلة فيها ربنا بيحط إيده على حياتي عشان يشكلني ويصنعني إناء للكرامة نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح وزي ما قلت قبل كده وحقول تاني التلمزة مش مجرد أني أحضر البرنامج ده حتى أني أدوم عليه ناس تهين مدوم عليه مشجعانة جدا بالحكاية ديت عدد الهتس اللي على السايتس فقط كل التوقعات وفي تزايد مزهل للغاية السيديهات اللي بتتوزع يعني حاجات كتيرة أود بتفرحنا أود 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 بس مش دي التلمزة ده أداء للتلمزة البرنامج ده أداء لازم أخدها واستخدمها استخدام صح إن يبقى في داخل مجموعة ومع جماعة من المؤمنين تبع الكنيسة فيه إشراف علي وإشراف على الناس دول عشان معا نتعلم ومعا نصلي ومعا نشارك ومعا نشهد على نعمة ربنا زي ما المسيح عمل جمع مجموعة من الناس وعلمهم مع بعض مدرسة مش درس إيه مش درس خصوصي أشكركم لمتابعتكم لينا والطول نفسكم في رحلتنا الطويلة ديت وصلنا عند الفصل الهام دوت اللي سمناه السراع الروحي مع قوات الشر مع أجناد الشر الروحية في السماويات مع إبليس وملائكته وتكلمنا إن إبليس كائن حقيقي الكروب ساقط ومعه أجناد جيش هائل من الملائكة التي سقطت وتحولت إلى أجناد شر روحي وتكلمنا عن أسماءه ألقابه ومملكته وتكلمنا عن طرقه وأفكاره وستراتيجيته والمداخل اللي بيدخل بيها لحياتنا عشان يسرق ويسبح ويهلك ويهلك وتكلمنا في نفس الوقت عن النصرة إن أنا لو فهمه كويس واستخدم المعطيات اللي ربنا أعطاني إياها ضمان النصرة كان في المية؟ مية في المية يعظم انتصاره مش على قد ما تقدر لأنه بالذي أحبنا الموضوع مش توقف على إمكانياتك القدرة الإلهية تقوّف الرب في شدة قوتي وسلاح الله الكامل الاتنين هدية أنا اللي باخد أنا اللي بلبس أنا اللي بستخدم لكن دي مش إمكانياتي فمش هتفرق ولد ولا بنت جاهل ولا متعلم كبير ولا صغير عمره قد إيه في الإيمان مش ده الفرق فرق الرغبة المخلصة إني أعرف وأعيش ماذا يعاني الرب إليه تكلمنا عن قدرة الله وقوته أن نعيش في المسيح وأن نستخدم قدرات المسيح الدم والصليب والروح والكنيسة فاكرين الروح والعروس وتكلمنا عن سلاح الله الكامل وقلنا ده قطع كتيرة لكنه سلاح واحد وابتلنا ناخد القطع واحدة وارد تانية فاتكلمنا عن منطقة الحق معرفة الحق وقلنا المعرفة معناها الفعم والإدراك وبعدين تكلمنا عن البر السلوك بالحق بر الله اللي بلبسه أني أنا بأستر في بر الله أني أنا باخد بر المسيح وبه بدخل إلى محضر الله لأجي النعمة وعون وبعدين ببسلك بالبر بعمل بعمل الأعمال الصالحة التي أعدها الله ليا لكي أسلك فيها فأعيش بالبر أعيش في الطرق الإلهية المستقيمة بعرف الحق بعيش الحق وبعديني الحاجة الثالثة حزاء إنجيل السلام الاستعداد للمناداء بالإنجيل في كل مكان أروح فيه فأنا عايز أجسد الإنجيل بحياتي وأشهد للإنجيل بكلامي والإنجيل ده إنجيل إيه؟ إنجيل إيه؟ إنجيل إيه؟ مش الحرب الجزء الثالث القطعة الثالثة في هذا السلاح الكامل بيقول عليه ترس الإيمان الرابع ده أنتوا صحيين من إيه ده؟ ده أنا اللي نمت القطعة الرابعة في السلاح دوت هو ترس الإيمان قفسه الستة ستة عشر حاملين فوق الكل لأنه قال تلت قطعة مش كده؟ فدي حاجة فوقها وباشلها مش بلبسها مش كده؟ دي حاجة عشان كده حد سأل السؤال ده ليه ده بلبسه ده بشيله على حسب نوع القطعة بس في الواقع الروحي ما فيش ألبس وشيل مش كده؟ الاتنين دخلين في بعض بس هو عشان يستخدم المجاز للآخر قال حاملين فوق الكل ترس الإيمان فالدرع ده بلبسه لابسينا درع البر وشفنا إزاي بيتلبس مظبوط وشفنا العسكري بتاعه لابسه وبعدين لكن ترس الإيمان ده أنا بحطه في إيدي خلينا نرحب بالجندي بتاعنا مرة تانية عشان نفتكر المنظر هو يعني ده للإناء هو شكله صفيح الحقيقة لكن يعني ده للإناء برضو فألمونيوم لا مش ألمونيوم الحقيقة ده شكله حديد صاج محترم لكن عشان كده بيقول حاملين أنده بشيله بحطه في إيدي عشان لازم أوجهه طبعا ممكن يبقى صغير كده لكن في أغلب الأحيان بيبقى أكبر من كده عشان يقدر أستخبى فيه لأنه بالذات فايدته مش بس أني أخد ضربات السيف لأني أقدر أخد ضربات السيف بإيه بالسيف بيشوف المبارزة بضربني بقدر أخدها بالسيف مش كده لكن اللي بيضربني بسهم من بعيد ما أقدرش أصد السهم بالإيه بالسيف صعب ده أنا عايزة نشان مهول وبعدين بتشوف بقى الأبطال الخارقين روح ماسك السهم من كده اللي جاي صاعة كده وبقى وفي ميتريكس الطلقة جاية بقى يروح موقف الطلقة كده ماسكها وقالبها بقى كفونا فخة بقى عداء يعني كده عاجات بقى ما عندناش إحنا العاجات دي ده إحنا ناس طبيعيين وما عندناش الخدع السينمائية دي فده ده ترس الإيمان وقال تطفئون بجميع سهام الشرير لما بتضرب بسهام ما عنديش طريقة تانية احتمي بيها غير بإيه بدأ السيف مش هيقدر أقدر أخد به الضربات التانية واضح الفكرة دي لما واحد يرميلي رمح نفس الفكرة مش أقدر أقف الرمح بالسيف مش كده فالسهام والرمح لازم أستقبلها بهذا الترس إبليس بيرسل علينا سهام ملتهبة بيهاجمنا بحاجات مختلفة وبأفكار مختلفة ما عنديش حل غير الترسي ده خلينا نشوف لقطة تانية من فيلم شهير شكرك خلينا نشوف لقطة من فيلم تروي برضو معركة بقى والأبطال بقى خلعوا بعض القطع لكن ما شابش لإيه الترس داوت لأن عارف إن اللي قدامه معاه رمح فرمح معناه لازم يبقى معايا الترس خلينا نشوف لقطة بتعبر عن الموقف ده وبنشوف قد إيه قيمة هذا الترس اللي من غيره السهم أو السبير ده أو الرمح ده حينشوف فيه مش حقدر أقاوم متجرس دي لأسي اشتركوا في القناة من غيره انا صعب احتفظ بسلامي وصعب احتفظ بحياتي مش كده خلينا ناخد بعض الشواهد وبعدين نتكلم يعني ايه بالزبط الحكاية دي وليه ده ضد ابليس ده بوليس بيقول ده بوليس بوترس كمان بيقول كتير قوي من الحاجات دي جبنا بوترس وجبنا بوليس ومعين جبنا ايه بوترس بوترس قوله خمسة تسعة بيقول فقاوموه قاوموا ابليس راسخينه في الايمان وزي ما شوف ده ده دفاع مش كده ده دفاع قاوموه راسخينه في الايمان لازم يبقى عندي حاجة بتحميني منه اللي يحميني منه الايمان عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم فبيقول هنا كان بيضربهم بالام وبأوجاع وبالطهدات ففيه سهام موجهة فيه حراب حاجات بتوجع بالزات الحاجات اللي بتوجع ده بالزات الظروف الصعبة بالزات الام الحياة ده المقاومة بتاعتي مبنية على الايه ترس الايمان وقال له هخور وقال له هستسلم وقال له هبتلع الطعم وقال له في وجهه هعمل ايه هوجدف ده اللي قلناه خلي بالكم بيجربني ويشتكي ربنا ليا عشان في وجه الله وجدف لما يجربني ويجي اشتكي ربنا ليا الدفاع خط الدفاع اللي عندي ايه ايماني الرب صالح الابد رحمته الى دور فدور الامانته ده مش ربنا اللي بيعمل كده دنت يا كذاب يا وعز الإيمان قاوموه راسخ بدون الإيمان دوت هب لقى الطعم شكرا السهم حيان شفية هو حيرمي علي سهام هو حيأتي علي بألام اللي خليني ما نهرش اللي خليني ما تعورش اللي خليني ما اسقطش اللي خليني ما اتغلبش اللي خليني اغلب الإيمان بصوا العبارة دي يحنى الاولى خمسة اربعة كل ما نولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة التي تغلب العالم جدعنتنا ايمان صمودنا ايمان الايمان السلاح في المعركة الروحية للنصرة اهو اهو ده الكتاب بيقوله بطرس ويحنى بيقوله ده يحنى مش كده فده ما قالوش لبعض ما قالوش يتفع تيجي نكتب كلام نفس الكلام يا جماعة ده ده كتب هنا وده كتب هنا وده كتب هنا وده كتب لدول وده كتب لدول وده الكتب لدول مش كده ما أرش كتابات بعض لكن ده وحي واحد على ألسنة مختلفة لكل الكنيسة في قطاعات العالم بتقول نفس الحقيقة ترس الايمان الذي به تطفئون جميع سيام الشريق المنتهي طيب ايه ده ايه الايمان اللي بنتكلم عنه ده وايه علاقته بالحرب الروحية ايه وليه وازاي الايمان هو ثقة ويقين فاكرين لما خدنا درس الايمان فالله وفين وفي كلمته فالله وفي كلمته فاكرين مش ده اللي قلناه في باب الايمان الساعة لسه موجودة لغاية دلوقتي شاهدة على الفصل الطويل العريض اللي احنا خدنا ده عن الايمان احنا مشينا رحلة طويلة في الاوائل نكلم عن اساسيات 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 مين ربنا مين الانسان مين الخطيئة مين الفداء مش كده مبادئ العلاقة فاكرين وبعين بقلنا مجموعة كبيرة جدا من الحلقات زي الصلاة وشفاء النفس بنتكلم عن تطبيق الحقائق دي في حياتنا استخدام الحقائق دي في واقع الحياة مش كده مع جراحنا ازاي الحقائق دي بتشفينا في تعاملاتنا مع الاخرين وحنتكلم عن فصل كامل عن التعاملات والعلاقات الانسانية لما بتعامل مع قوة الشر الروحية لما بتعامل مع التجربة لما بتعامل مع القلم كل ده بنطبق الحقائق دي فعشان كده بنلاقي مفيش اي تعارض مفيش حكتين عكس بعض قلناهم 230 حلق ولما يكونوا ربعمية حلق لان الحق واحد ومستقيم لما نثقه ويقين في الله وفي كلمته وفي حقه وفي مواعيده وفي اللي بيقوله لنا وده اللي قاله المسيح لابليس في التجربة مش كم ده اللي قاله رد على السهام الملتهبة باني انا عارف انا عارف مين ربنا لا تجرب الرب الهك لا تجرب الرب الهك ليه لا تجرب الرب الهك عشان ما هو مكتوب كده لا تجرب الرب الهك هو تجرب ربنا سليسعل منك ارمي نفسك وريني وريني ان هو ان موعده دي حقية. هو بيقوله ان يحفظك. هو بيقوله ان يرعاك. هو بيقوله ان يخلي باله منك. وريني كده? وريني انه يرعاك وتخلي باله منك. وريني ارمي نفسك. وريني. الرد ايه? لا تجرب رب الهك. ليه? ليه? عشان امسد فيه. انا مؤمن بيه. انا بجرب واحد عشان نشوفه. صحا كده? نشوف يعني هيعمل بيقول عليه ولا لا? لو انا واسق في واحد. عامل في كده؟ اجيب لمراتي واحد في البيت وانزل لسبوع عشان اشوفها هتخني ولا لا? هتسيبني وتمشي. مش كده اتطلقني. انه انا مجنون. انا مجنون. انا عايز اتأكد انها بتحبني ومش هتخني. لا تجرب الرب الهك. ليه? لان انا واسق في ربنا. اني واسق. بوليس بيقول لاني عالم بمن امن وموقن انه يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. الايمان ثقة في شخص. وفي كلمته لي. لا تجرب الرب الهك لانه محل ثقة. لانه محل ثقة. يعني ما ثق فيه. ليه ما عملش كده عشان هو قال كده. فانا عندي ثقة فيه وعندي ثقة في اللي بيقوله. ليس بالخبز واحد وياحي الانسان. بل بكل كلمة تخرج من فهم الراه. انا بعيش بكلمته. انا الخبز اللي بيحييني. كلمته هي اللي بتحييني. ده الايمان. انا واسق فيه واسق في الكلمة اللي هو بيقولها لي. خانا اخد امثلة عملية. تفهمني الحكاية دي. وهنلاقي هنا بقى ترابط شديد بينه منطقة الحق. ودرع البر. فاكرين? هنا. اني بعرف الحق. هنا اني بقى ايه? بعيش الحق. هنا اني بقى ايه? بقى اعلن الحق. بشهد للحق. فاكرين? هلاقي الحاجات ركبة في بعضها. الامان كده. انا عارف الحق عالم وامنت. ومسدق في كلمته. ومؤمن بيه. وباللي قالهولي وباللي وعدني بيه. عشان كده لما بتشككني فيه او في مواعيده. بقول له العب ايه? العب بعيد. فالامان مبني على معرفة الحق. معرفة الله. عالم بمن امنت موقن. فمعرفة الحق. والبر ان اعيش الحق. وحزاء انجلي السلام ان اعلن الحق. والامان الثقة. الثقة فيه هو الحق. والثقة في كلامه. امثلة كتير او حدبين. ان السهام اللي بيبعث هالي. عشان يشككني فيه او فيه او فيه او فيما وعيده. حقدر استقبلها بالايه? بالايمان. بالدرع الايمان. بتورس الايمان. لو كانت حواء استخدمة التورس ده كتوقعت. حقا قال الله. دي احسن واحدة. تصيرانك الله عارفين الخير والشر. هو ليه ربنا يحرمكم من ان يتبقوا قدوا. ليه دايما عايزكم اقل منكم. ايه اللي خلى حواء اقتنعت. ايه اللي خلى حواء النظرة شهية جيدة للنظر وشهية للأكل. دي الشهوة. لكن قبل ما تشتهي. قبل ما تشتهي. هي صدقت ان ربنا مش بيحبها للآخر. هي صدقت ان ربنا بيستخدمها مش بيخدمها. واضح الفير بقولوه. هي شكت في الصلاح المطلق لربنا. فكلة الطعم. فكلة الطعم. هي ما استخدمش ترسل ايمان. الرب صالح. الى الابد رحمته. الى دور في دور الامان. انت كذاب. انت بتشتكي على واحد كامل. انت بتتهم واحد صالح. انت بتشككني في احسن واحد في الدنيا دي كلها. مظبوطا. وعد. وكانت ظروفها كويسة اوي. اوي 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 اوي. كانت احسن ظروفها. وده يورينا اللي بيوقعنا مش الظروف وحشة على كويس. اللي بيوقعني انا ما استخدم الترس ده. ولا بطل رميته. وقررت اخش بسدري. الساهم حيان شافية. الساهم حيان شافية. يحن الاولى. اربعة ستة. بيقول ايه? نحن قد عرفنا. وصدقنا المحبة التي لله فينا. احنا عرفنا عملنا ايه? وصدقنا. انا عرفت ان الله محبة. ترسل ايمان. وصدقنا. وامننا. وتيقننا. من محبة الله لينا. الله محبة. كله حب. ما فوقش حتة استغلال سغيرة. خالص. مش عايز يزلني. طلاقا. يعني مش عامل ده المنفعته. ما عملش الخليقة دي في الاخر عشان تقول له. مبارك مبارك ممجد. فيقول لهم اكتر اكتر يا اولاد انفخوني انفخوني. عظموني. بركوني. قلولي كلام علو. اصلا انا معقد وعندي صغر نفس. احنا مرة بنصوره كده. احنا عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله كله حب. عمل كل ده عشاننا. مش عشانه. عمل الارض دي كلها والسماوات دي كلها. عشانه. مش عشانه. لا بيأكل من التفاح ولا بيأكل من المنجة ولا بيطبح البقر وبيأكله ولا بيشوي ولا بيقلي ولا بيعمله كفتة ولا بتنجان ولا حاجة غالسة. الله ما عملنيش عشانه. عشان اخدمه. مش محتاج. مش محتاج. ربنا عملني عشاني. وداني نفسه عشان يسعدني. وداني كل اللي عملوا عشاني. نحن عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة. الله محبة. مش حقبل شكاية ابليس عليه. مش حقبل شكاية ابليس عليه. لان عرفنا وصدقنا. من يثبت في المحبة يثبت في الله والله. في ايه? مظبوط اللي بقوله. كمية الشكوى اللي على ربنا اللي جوانا. مهولة صح? يا ما ناس تيجي تقولي انا مزعلان منهم خصمه. عملك ايه? بهدلني. سايبني. نسيني. مش سائل فيا. صح? بنقول الكلام ده? حضرتك مش بتستخدم ترس الايمان بعد شوية الفيلم ده. هما الاتنين رموا الترس ودخلوا في بعض. فامات. فامات. وده اللي بيحصل معنا. بدون ترسل ايمان ده. سهام الشرير الملتهبة. هتوصلني. هتخترقني. هتولع فيها. هتحرقني. هنزف. 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 مصمور مية عدد خمسة. قرار. موجود في حتة كتيرة جدا في المزامير. قرار. عارفين قرار يعني ايه? يعني في اعداد وده قرار. نعيده كل شوية نعيده. لان الرب صالح. الى الابد رحمته. الى دور فدور امانته. God is good. God is good. الرب صالح. الى الابد رحمته هنا. الرحمة هنا. مش يعني رحيم. لا. loving kindness. المحبة المتحننة. الحب الحنين. يا حنين. God is good. ومحب بحنان فائق. و الى الابد امانته. لا يتغير. يحفظ العهد. ما بتغير. احنا متغير عشان. عشان احنا ضعفاء بس هم يتغير ليه? مين يغيره? مفيش ظروف حتضغط عليه. مفيش حاجة تخليه في يوم اللي هم يطلع معاك. النهاردة انا معاك له. مش طيقكم. مش طيقكم. ماتعلموش مني النهاردة. ما عدش يجيلي. لا يتغير. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ده القرار. اللي الوران بيقوله روحه اجين ان اجين ان اجين بيقوله روحه مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة. الرب صالح. الرب صالح. لابد رحمته. لدور انف دور امانته. دي الحقيقة دي الحقيقة دي الحقيقة دي بقابل بها جاء جميع سيام الشيرين المرتبط. مسلا تاني. تبليس شككني في صلاحه ومحبته وعنايته بيا زي ما حصل في جنة عدد. او سحمة تاني بيجيلي. بيشككني في غفرانه. وده ما الحياة لابدية. مش عارفك انه سامحك. مش عارفك ان اسمك توف سفر حياة. منين يعني متأكد يا عم لو مدت لا تتروح السماء. جايبها منين يعني. قديس انت? مش قديس. ما بتغلطش. اقول هملك. اقول هملك. اكتب هملك. اه 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 اه. وياما ناس بتشك. فانا اول ما شك في غفران لله ليه. وفي ضمان حياتي الابدية. افقد رجائي. مش كده. افقد سلامي. افقد الارض الصلبة اللي نواقف عليها. مزبوط. عشان كده كتاب بيقول لنا كلام واضح وشديد جدا في الامثالة دي. اكتب اليكم ايها الاولاد. لانه قد غفرت لكم الخطايا. عشان انتو حلوين. من اجل اسمه. قد غفرت. مضارع تام. مضارع تام. happened and happening. حصلت وقائمة. وقائمة. مش ماضي بسيط. لا ده مضارع تام. انا بعيش فيه. غفرت لكم الخطايا من عجل اسمه. ده ايماني. ايماني بربنا هو مين? وايماني باللي هو الدهوني هو الدني. انا اعترفت بخطيتي. وقابلت بالايمان ان دم المسيح يسترني. حطيت خطيتي على الصليب. حنال غفران. ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعدل حتى يحفل انا خطيانا ويطاهرنا من كل. اسم. ده ايماني. لا انا غفرت خطاياي. انا اقول لي بليس لا انا غفرت خطاياي. يوحان الولاي خمسة الرطاشة. كتبت اليكم. هذا اليكم انتم مبنيون باسم ابن الله. لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية. مش بس غفران. انا عندي حياة ابنية. انا عندي حياة. وده الرجاء اللي العالم ما يعرفوش. ده الرجاء اللي مش موجود عند حد تاني. محدش يقدر يقول ليا حياة ابنية. محدش يقدر يقول زي بوليس ليش هانا انطلق واكون مع المسيح. متأكد? اه متأكد. متأكد. اه متأكد. يعني مش الشهادة والاستشهاد هو اللي يضملك الحياة ابنية. لا مش لازم اتدبح من اجل المسيح عشان اروع مع المسيح. لو جاءت لسكتة قلبي دلوقتي برضو هروح اجل المسيح. لو احنا شكين في مععيد الله احنا مش قفين على الارضية. لو انا شكي في ربنا او في مععيده. انا انا بقيت بلوزة. انا مهلبية. من دورايح بقى. من دورايح. لو لقيت ياما سهام ملتهبة ابليس بيبعثها. هنتكلم معنا بتفصيل. لما نتكلم عن المناديه بالانجيل وابليس بيشكك الناس في ايه? واحد اتنين ثلاثة اربعة وردود واحد اتنين اتنين ثلاثة اربعة. احنا مش بناخد هنا الهجوم على الشك. احنا نتكلم عن ان الايمان ده ترسل الايمان ده اللي انا باستخبى فيه في السهام ما توصلنيش. لقى اشك في ربنا ولا في مععيده. ما تعوارش. معركش غالب سنجل بتعوار. ما بتعوارش. ما بيصبنيش. ما بيهزمنيش. ما بانزفش. ما بانزفش. لاني متمسك بربنا. عشان امارس الايمان دوت. طب اجيب انا منين الايمان ديت. ان نعرف الله. ان نعرف الحق. عالم بمن امنت. ان اعرف الله. وان اعرف الحق. ان اعرف هو وعدني بايه. اداني ايه. زي الايات الارناها ديت. ان اعرف الحق. عشان كده ابتدينا بمنطقة الحق. لان الايمان مبني على دي. والبر مبني على دي. والانجيل مبني على دي. البتاع اللي احنا مش مقدرينه خالص ده طلع مهمة اوي 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 البتاع ديت المنطقة دي. ومستغربين بادي بيها ليه? ومن كده وعصش عنها. ومن وعصش عنها كتير خالص صح? تسمع عن منطقة الحق دي. كم وعص اسمعتها عن منطقة الحق في حياتك كلها? يمكن اول مرة. مش كده? اول مرة. لكن يا تور سليمان واشايف الروع والحاجات اللي هي كبيرة دي تسمعنا كتير. اوي 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 اوي. بس هي مبنية على ده. عالم بمن امنت موقن. على قد ما بعرف ربنا على قد ما بثق فيه. على قد ما بعرف الحق. على قد ما عندي ايمان باللي ربنا ادهوني. عندي ايمان ويقين في موعيد الله. لاني بسدقه بسدق من كل كلمة تخرج من فم الله. هو قاله. ومعندوش سبب يجدب. ليكن كل انسان كاذب. وليكن الله صادق. الايمان مش مستحيل. يقول لك ده عنده ايمان ما عندوش ايمان. جبت الايمان ده من اين? من نفس المصدر. ان اعرف الله وان اعرف كلمة الله. بنلاقي ناس بسطاء جدا. ومش متعلمين. يعني كزا مرة اسمح القصة الغريبة ديت عن بزات ستات مش عارف ليه. في الريف. تروح تطلع قفلة وتزور ست. وبعمل بتعرف تقري? لا. طب مين بيراه لكتاب مؤدس? انا. نقول تاني. بتعرف تقري? لا. مين بيراه لكتاب لانت حافظ ايات? انا. ازاي يعني? بتقول لك ما عارفش. انا الكتاب الوحيد اللي بقى عارف اقراه هو كتاب مؤدس. اقراه اعرف اقراه. الجورنال اسهل بكتير من الترجمة الصعبة اللي بيعرفش اقراه الجورنال. كتاب شرشل وفلفل? ما بيعرفش اقراه. بس ده الاقي نفسي عارف اقراه. قابلتوا ناس كده? اه. هاي غريبة جدا. هاي غريبة جدا. وتلاقي الناس اللي عارفين كلمة ربنا قوي. ومصدقين في ربنا. قوي. واحنا معانا ماجسترات ودكتوراهات ومعانا منروح مؤتمرات. ومخلخلين خلخلة وبالوزة. فالايمان مش حاجة صعبة. ايمان بسيط جدا. هو مين ربنا? وقال ايه? والمصدق فيه مصدق في كلام. عشان ما عندوش سبب يجذب. مش زينا بيجذب. عالم بمن امد. عالم. انا عارف انا مؤمن بمين? انا عارف انا مؤمن بمين? انا عارف انا مصدق في مين? كل ما بسمع قصص ناس كانت بعيدة عن المسيح والمسيحية وامنت بالمسيح. بقول احنا عندنا حاجة احنا مش مقدرينها. عندنا حاجة احنا مش احنا مش احنا يلي تولدنا في الايمان المسيح مش مقدرين. يعني ايه عندنا المسيح? عندنا شخص عظيم زي كده. كامل كده. جميل كده. رائع كده. قال كلام. وعاش حياة. وقدم مثل. ملوش نظير. ازاي ما صدقش الشخص ده? ازاي ما اؤمنش بيه? ازاي ما مشيش وراء? ازاي ما اخترش ان ده يبقى سيدي ومعلق? ازاي? ازاي? ايه الصعوبة في كده? ايه المستحيل في كده? عالم بمن امنت موقنن انه يحفظ وضيعة في ذلك الخبر. اجيب الايمان منين? اذا الايمان بالخبر. والخبر بكلمة الله. اجيب الايمان منين? من الخبر. الخبر. من الخبر. اش كده? هنلاقي الحاجات دخلت في بعض. هنلاقي الحق والكلمة. الايمان والبر. كله دخل في بعضه. اش كده? هو سلاح واحد. شكله قطعة مختلفة. بس هو في واقع الامر هو ترجمة فعلية للرحلة اللي احنا مشيناها في المدرسة دية طول الطريق. الايمان وليد للعلاقة الحميق الحميمية والمعرفة لله ولكلمته. الايمان وليد. الايمان مش واحد ده عنده ايمان مش عندهش ايمان. ده اشتراه من السوق ده ما اشتراهوش من السوق. ده ربنا ادهوله كده عشان بيحبه. وده ما ادهولوش ربنا مش طيقه. ما مش هيكس منها كده خالص. هقرب من ربنا وتعلق بيه وقرب منه واعرفه وارفق وعرف كلمته هسدقه وحسدق ما عيده. هقف من بعيد واسمع عن ربنا ومعيش في علاقة حميمة معاه وصيع. لا هعرفه ولا هعرف كلمته. هجيب الايمان من اين? اديني ايمان يا رب اديني ايمان. انقل به الجبال. اعطني ايمانا ينقل الجبال. واعز التلال. ما يجيش بكده. وما يجيش بكده. تعال اعرفني. اعرب مني. اخليك ورايك. مش ورايك. تسمعني بقول ايه? تفرج علايا واسمعني بقول ايه? الايمان وليد العلاقة الحميمة. وليد معرفة الله ومعرفة الحق. اللي بطفق جميع سهام الابق الشرير. اللي هي بتضللني في حكتين. بتضللني هو مين? وبتضللني في موعده وعطيه وهباته. مظبوط. فلو انا الاتنين دول واسق فيهم. بس تقبل هذه السهام الملتهبة من كل ناحية بسهولة شديدة للاخر. رؤية اتنين تسعة وعشرة. ترسل ايمان يحمينا من المخاوف. من التهديد بالخوف. بيدينا اننا ان السلاح الخوف دوت العب بعيد. فبيحمينا من التشكيك في الله وفي موعده وبيحمينا من التهديد والوعيد. الترغيب والتهديد. رؤية اتنين تسعة وعشرة. انا انا غني. بصوا كلام جميل ازاي. وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. انا عارف اعمالك ان انا عارف الظروف صعب انا عارف. وعارف الناس هيجي عليك انا عارف. لا تخف البتة. مما انت عتيد ان تتألم به. هو ذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن. لكي تجربوا. ويكون لكم ضيق عشرة ايام. كن امينا الى الموت. بس اعطيك الكله للحياة. هل لو انا خدت قوت الله ولبستت الصلاح الله مش يبقى فيه تجارب? اهو. ده راجل زي الفل ده. ده ما قالش ليه عليه خالص. ده من الناس اللي اداله علامة صح بس صح? في اتنين بس من السبع علامة صح. شاك اتنين ولا تلاتة. كده. ده واحد بالصح. صح قوي. بس ظروفه مش قوي. ومش بس كده. وفيه جاي سجن عشر طيام. بس اقوعة تفرما. اقوعة تخافي والد. اقوعة افرماعك. اقوعة افرماعك. انا معاك. انا معاك. وزي ما حكينا. بقول السترامة في السجن مرات كتيرة قوي. ومفيش سجن دخل وغير لما قلب الدنيا. في لب انقلاب بسبب السجن. خطر الراجل ده تحطوه في السجن. خطر. مش عارف ما بيتعلموش الدرس ليه? الايمان بيخليه ما خافش من التهديد. مش خايف. هو عب معايا. ماشي خايف. خوزة الرجاء ما بتخليش اخاف من الموت. ترسل اليمان بيخليه ما خافش من القلم. ما خافش من القلم. ما انا هيقب معايا. وحيقرني استعمال الاكل اوكلان. وحيقرمي الجافي حلاوة. وحينقيني وحيستخدمني وحيتمجد. انت بتأكد من كل ده? اه متأكد من كل دوت. لا تخف البتة مما انت عديد ان تتألم به. لا تخف البتة مما انت عديد ان تتألم به. ده الايمان. لو مشيت من غيره. هترع. هكش. هتنازل. اش كلا? هارضيش هم ازنيش. ترس الايمان الذين تطفئون به جميع سيام الشرير المنتهب. عزيزي المشاهد احباي اشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة. هتمنى ان كل مرة احنا بنشوف ضوء اكتر. وبنشوف ازاي الحقائق بتركب في بعضها. طرق الرب استقيمة. والابرار يسلكونا فيها. الى ان نلتقي في حلقة قادمة. ربنا معك يحفظك ويحفظني تلميذ للمسيح. امين. معك يحفظك ويحفظني.